بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics الدرس الثاني اللي عنوانه Pure Services المحاضرة الثانية من هذا الدرس بداية قبل ما نبدأ المحاضرة هذه أود الإجابة عن السؤال الذي تم طرحه في المحاضرة الماضية كنت قد سألت هل عندما نرتفع الضغط ينخفض أو يزيد وتباعا هل ممكن معرفة Saturation Temperature لو عرفت الضغط الجوي يعني راح يكون أقل من 100 درس مئوية أو أكثر أول شي عندما نرتفع فإنه الضغط راح يقل يعني إيش راح يقل يعني على قدر إنك ترتفع على مستوى سطح البحر فالضغط راح يرتفع على واحد ضغط أوي اسمحوا لي ينخفض على واحد ضغط جوي لما نتذكر الرسمة المرة الماضية حق الكيرف Vapor Pressure Curve لاحظ إنه لما الضغط يقل ف Saturation Temperature يتقل وهنا يمكن فقط أخذها كفكرة لما سوينا في الثارمو دايناميكس لما شفنا درجة حرارة غليان الماء في الأماكن المتفعة لاحظنا إنها أقل من مئة درجة مئوية فإذا Saturation Temperature تقل على مئة درجة مئوية بما أن الضغط أقل من واحد ضغط جوي خلال هذه المحاضرة نبدأ بتعريف دياغرام آخر اللي هو دياغرام of TV يعني Temperature Specific Volume or Volume Diagram لنظر أن نريد أن نفرق مئوية لفرقه بما أن الضغط لا يقل مئوية لفرقه نقول إنه مئوية لفرقه أو مئوية لفرقه ثم نضغط حرارة بعد ذلك لفرقه سيكون مئوية لفرقه فنبدأ هنا الفكرة يعني إيش؟ يعني نحاول إني إيش شباب نستغل عند واحد ضغط جوي مثلا هنا ولما نأخذ بداية نأخذ ماذا؟ نأخذ Initially the liquid is not about evaporase We say it's a compressed liquid or sub-cooled liquid رح نشوف الكلمة هذه حقة sub-cooled liquid ماذا تعني؟ وأيضاً compressed liquid ماذا تعني خلال هذه المحاضرة بشوف كلمة sub-cooled liquid اشتعني لي وإن شاء الله في المحاضرات القادمة نعرف أو نعطي المعنى حقة compressed liquid فهنا عند واحد ضغط جوي يعني واحد أتموسفير الماء يغلي عند ماذا؟ عند مئة درجة مئوية كما هو معروف فإذا انزلت شوية على المئة درجة مئوية مثلاً 99 درجة مئوية يعني ماذا نتحصل؟ نتحصل على سائل السائل هذا يسمى ماذا شباب؟ يسمى sub-cooled liquid يعني سائل مبرد فهنا كلمة sub-cooled نسبة إلى 100 درجة مئوية أيضاً لو ارتفعت عن 100 درجة مئوية في النقطة 4 for example راح نتحصل على ماذا؟ نتحصل على super-headed vapor أو بخار الماء المسخن لماذا؟ لأنه عند النقطة 4 راح يكون عندي خليط بين السائل والبخار لو ارتفعت شوية راح يصبح بخار الماء هذا مسخن نمر للسلايد الثاني في هذه المحاضرة و راح نشوف أيضاً أكثر تفسير للموضوع اللي كنت نحفي فيها الحين We now call it a saturated liquid يعني ماذا؟ ما بين 2 و 4 يسمى saturated liquid vapor mixture وإلا أيضاً نسميوه saturated water When part of the liquid has vaporized and part has not We have a saturated liquid vapor mixture وزي ما قلنا أيضاً نسميوها عشان ما نقول الكلام هذا فقط نقول saturated water يعني نعتبر أنه خليط بين السائل و بخار الماء Then When all the liquid has vaporized And we only have vapor that is about to condense We have a saturated vapor Finally When the vapor is not about to condense We are dealing with a super-headed vapor فنرجع هنا للرسمة أول ما نبدأ هنا مثلاً نأخذ الماء عند 20 درجة مئوية و عند واحد ضغط جوي نعرف أن الماء هنا في حالة سائلة نبدأ بتسخين الماء إلى حد الوصول إلى النقطة 2 حد الوصول إلى النقطة 2 سنتحصل على ماذا؟ سنتحصل على saturated liquid لماذا؟ لأنه من نقطة 1 إلى 2 عندي سائل يعني عندي سائل عند النقطة 2 أول نقطة بخار تبدأ بالظهور فيسمى حينها saturated وبما أنه هنا من 1 إلى 2 is liquid So saturated liquid بين 2 and 4 راح نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن بخار الماء هنا راح يتحول رويداً رويداً إلى اسمحوا لي الماء السائل راح يتحول رويداً رويداً إلى ماذا؟ إلى بخار الماء إلى حد الوصول إلى النقطة 4 حينها لاحظ إيش؟ لاحظ أنه بخار الماء هو الوحيد الموجود وفقط يبقى منه أثر بسيط للسائل فهنا بما أنه بخار الماء لكنه بخار الماء مشبع saturated ليس؟ لأنه وجود نقطة من السائل تعتبر saturated vapor لو زدنا سخنا الماء بما أنه عند النقطة 4 كنا تقريباً هو بخار الماء مع وجود نقاط بسيطة أو يعني تشكيل بسيط للسائل فيصبح لماذا؟ يصبح لي vapor 100% وأيضاً يصبح superheated vapor يعني بخار ماء مسخن لو رجعنا للكلمة الأولى وهي سبكولت زي ما قلنا بما أنه سائل لما يكون أقل من درجة مئوية 100 درجة مئوية عند واحد ضغط جوي يعتبر سائل مبرد أيضاً هنا راح نعيد تفسير 3 Paths وإلا 3 Important Steps Step الأولى اللي هي من واحد إلى ثنين Add constant pressure اللي هي واحد أتموسفير and increase in temperature will result slight increase in specific volume راح نلاحظ هنا أنه specific volume ما يحدد هنا زيادة بسيطة We will end up at point 2 where the liquid will be saturated and is about to vaporize يعني ماذا؟ عند النقطة 2 يصبح سائل الماء فيه يظهر أو النقاط للبخار فبهذا يسمى ماذا؟ يسمى saturated liquid عند البث 2 إلى 4 by anchoring the specific volume يعني زدنا specific volume كانوا لاحظوا نزلوا هنا لاحظ أن specific volume زادت مقارنة من نقطة 1 إلى 2 The temperature of the system remains constant لاحظ أن درجة الحرارة قد تقريبا 100 درجة This condition continues until the entire liquid has become vapor يعني تبقى درجة الحرارة هنا ثابتة الضغط بطبيعته ثابت عند 100 درجة مئوية وواحد ضغط جوي إلى حد الوصول إلى النقطة 4 وهي نقطة التحول يعني نتأكدنا عند النقطة 4 أنه تقريبا الماء السائل تحول كله إلى بخار الماء ما بقى أثر بسيط جدا من الماء السائل إذا كنا نحكي فيه الحين عند النقطة 4 بداية من نقطة 4 If we keep raising the temperature we will observe a rapid increase on temperature ليش؟ لأنه هنا أصبح عندي بخار الماء أو الماء على حالة غازية فزيد درجة الحرارة راح تكون بدرجة ملحوظة كثير هنا نكون خلصت المحاضرة هذه فقط أود سؤالكم على البث 1-2 اسمه إيش؟ البث 2-4 اسمه إيش؟ البث 4-5 اسمه إيش؟ النقاط 2 & 4 ما هي أسماءهم؟ يعني عموما هل بالإمكان أنكم تعيدوا رسمة TV Diagram ووضع جميع البيانات عليها؟ السلام عليكم ورحمة الله